أساطير وغرائب لتقوس خاصة تعلن عنها كشفات أثارية في ليما البيروفيا واكتشف علماء الأثار 14 ممياء من عصر ما قبل الإنكا يعتقد أن عمرها يتراوح بين 800 و1000 عام في شرق ليما إن الفريق البحثي اكتشف أن 6 مميوات من الأطفال أما البقية فهم بالغون وقد تأكد أن اثنتين منهما من النساء قصة غريبة وراء تلك الاكتشافات حيث يعتقد علماء الأثار أنه تم التضحية بالأطفال والبالغين تكريما لشخصية بارزة داخل النخبة المحلية وتم العثور على مميائها في أواخر عام 2021 بحيث يمكن أن تكون بمثابة مرافقة في الحياة الآخرة اعتقدت مجتمعات الأندين أن بعد الوفاة لن يختفي الناس ويعتبرون الموت بداية لا نهاية وانتقالا إلى عالم موازن وكجزء من التقوص الجنائزية تم التضحية بأشخاص آخرين تكريما للشخصيات الهامة ووضعوهم في مدخل القبر حتى يتمكنوا من مرافقته في طريق الموتة تم العثور على المميوات مصحوبة بأشياء أخرى مثل الأواني الخزافية المزغرفة ومعدات الحياكة والبقايا النباتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر